بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا الشيخ أبو العنين شعيشع رحمه الله تعالى أمين ولد سنة 1922 يعني هو بدأنا بقى في ما يمكن أن نسميه بجيل الوسط شايفين بقى رفعة ومولود 82 في القرن 19 شايفين الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يعني الناس كلها دول كانوا أدام شوية لكن ابتدينا هو بقى 22 الجيل الوسط والجيل الوسط إحنا شفناهم يعني أنا ما شفتش الشيخ رفعة لكن الجيل الوسط بقى ده التقينا معهم وشفناهم وهكذا الشيخ أبو العنين شعيشع مولود سنة 22 في محافظة كفر الشيخ في بيلة ولما ولد كان أبوه نفسه الولد ده يطلع زابط لكن الوالد انتقل إلى رحمة الله تعالى وابنه عنده حوالي بتاع تسعة عشر سنين كده الوالدة عايزة برضو تنفذ رغبة والده المتوفى رحمه الله تعالى دخلته المدرسة عشان يسلب بقى السلك وينتهي بأنه هو يبقى ظبط صوته حلو وكان يروح للكتاب يحفظ شوية كده ففي المدرسة كان نظر المدرسة اسمه مونير جيرجس لما كان ضيوف يجو المدرسة أم مين اللي يصدر ويقرأ ما تأثر من القرآن أبو العنين شعيشع أم يوالا مونير مبسوط قوي من صوت أبو العنين شعيشع والضيوف ابتدوا يزهلوا من ان في صوت شكله كده طفل لسه صغير في المدرسة وطفل لسه صغير في حين اذن كان مثلا عنده بتاع 11 سن فقالوا له ايه ده ده فلتة وشوف بقى الجو الثقافي الذي يحمي المواهب طبا قالوا له ده ده فلتة آآ لا يمكن آآ تركه ده احنا لازم كلنا كده نتلم ونروح لوالدته ونقنعها انه ده لازم يحفظه القرآن لازم يتعلم المقامات لازم ده 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 صروا آآ يشتغلوا عليه بقى يشتغلوا عليه والدته قالت بس كان ابوها عايز طلعه قالوا لها الظابط ايه بس ومهندس ايه وطبيب ايه ده الكفاءة بتاعته اللي ربنا عطاهاله في الحتة دي فمضى يعيش مستقبله فعلا استجابت لهذا واخرجته وودته للكتاب وحفظ القرآن واطقنه مع التجويد مع شوية من القراءات واتزبطت المسائل على كده عنده آآ آآ سبعتاشر سنة راح نزل الى القاهرة اواخر سنة تسعة وثلاثين كده مع مولود اتنين وعشرين بضبط اه وربنا متعنا به والحمد لله رب العالمين مد في عمره لغاية سنة 11 2011 فمات عن تمانية وتمانين سنة الحمد لله بيقرأ في مقرأة او بيقرأ في ميتم او كذا الى آخره مين حاضر عبدالله بك العفيفي مين عبدالله بك العفيفي ده لما تروح أسر عبدين من وراه تلاقي مسجد مسجد في أسر عبدين يعني الملك عامل مسجد مسميه مسجد الفتح اللي في الحديقة كده من وراه وليه باب على برا عشان الناس تدخل تصلي وكده وبعدين ما يعرفوش تدخلوا الاسر اللي قال ان الباب مقفول النحاة تانية فاللي في الاسر يروحوا من الباب المقفول ده والجمهور يدخل من الباب المفتوح اللي في الشارع اللي ورا الاسر عبدين هو الامام اللي بيخطب هناك عبدالله بك عفيفي وهو صاحب المولد النبا والشريف له كتاب يقولك كتاب كذا وله كتاب عن المرأة العربية في ثلاث مجلدات عبدالله بك عفيفي ده هو فعبدالله بك عفيفي سمع مين بقى سمع الشيخ أبو الاليت شعيشة قالوا انتوا سايبينك ازاي يا والد؟ هو عنده سبعتاشر سنة قول تمنتاشر سبعتاشر تمنتاشر ده انت لازم تروح الاذاعة وخده من ايده لسعيد باشا لطفي لطفي دخل على سعيد باشا طبعا عبدالله بك عفيفي معروف وفي الخاصة الملكية وخطيب المسجد وعالم كبير وأديب ايضا قالوا اسمع الولد قالوا ده عايل قالوا ما عليش اسمع ده طفل في حكمه مش هيحصل حاجة قالوا لا مش اسمع ما هو ده باشا وده به بقى فراح قالوا خليه طيب خليه روح للجنة الاستماع راح للجنة الاستماع أبهره مع طول الاعتماد وهو سبعتاشر سنة وهو عنده سبعتاشر سنة اعتقد دي ما حصلتش ويمكن ولا هتحصل أول واحد هو ده ومش هتحصل بعد كده ومحصلتش قبل كده يبقى الفريد الوحيد الوحيد الشريد الوحيد كل يقول اليد ايد ايد دي ويقول هؤلاء اللي انت عايزه فيه اه فالشيخ ابو العنين اصبح في الاذاعة من سنة اربعين الف وتسعمائة واربعين الناس سمعتوا من هنا وبدأ يبقى ليه جمهور منجزبين اليه من ضمن الجمهور ده مين بقى الست ومكلسوم مرة واحدة اه مين السود ده ده هي بقى خبيرة بقى مشيت نفس الطريق برضه في طفولتها اه لكن عايزة اقول انه انه مؤودنها يعني صنايعية جامدة ومكلسوم طبعا فبعتت له وبقى فيه علاقة ود ما بين الشيخ ابو العنين الشعيشع والست امه مكلسوم في سنة اربعين وكده همه وهما ناس مستورين كويسين بحث عن شقة سكن فين في العباسية همه في الامارة اللي سكن فيها الصنباطي في نفس العمارة في نفس العمارة وسكن فيه جنبيها حسن الامام يعني الفن كله بقى الفن والتلحيم فحسن الامام بقى ياخده في الافلام بتاعته ظهر بشخصياتي ظهر ساعات بالازان ظهر ساعات بالتلاوة يعني يقرأ فالصوت اللي قدامنا ده هو صوت ابو العنين الشعيشع ويكتبوا اسمه فضيلة الشيخ ابو العنين الشعيشع